C5 عايز اوضح تاني عشان انا كل يوم الصبح بيجيلي شكوى بالنسبة للproblem solving بيقول لي انا مش شاطر في الانجليزي فمش عارف احل دي شكوى طبعا انا مش باخدها بعين الاعتبار لو انت بتشتكي ان انت مش عارف تحل problem solving عشان الانجليزي فانت بتتلكك ده مش حقيقي الموضوع محتاج مفهومية مش محتاج انجليزي فانت لو بتتدلع دي مشكلتك الشخصية تعال كده نشوف المسألة رقم C5 C5 هننزل تحت برضو على اليموت والأوتبوت على طول طيب بس قبل ما نتكلم على اليموت والأوتبوت في حاجة بس عايز اوضحها واخد بالك هنا فيه سطر بالاحمر عايزك تعرف ان كل problem solving المعلومات اللي مكتوبة فيها بنسبة كبيرة هي معلومات حقيقية عن جمالتك يعني مثلا هنا بيقول لك any trainee who fails to meet a deadline is not considered for full time employment اي حد بيجي جمالتك للتدريب او internal او اي حاجة احنا بنعمله اختبارات يعني بطلب منك حاجة معينة مثلا وبقول لك دي عايزها النهاردة فلو انت ما جبتهاش النهاردة ده فيه مشكلة ان انت مش هتتعين بعد كده مش هتشتغل في جمالتك بعد كده ففيه حاجات في المسائل هي مهمة عشان تفهمها عشان جمالتك لكن هي مش هتفيدك في حل المسألة نفسها يعني هي هتفيدك بعدين لما تيجي هنا في جمالتك لان المعلومات اللي موجودة في problem solving هي معلومات حقيقية عن شغل موجود فعلا في جمالتك او ايه اللي بيحصل جوه جمالتك فطبعا مفيد ان انت تقراها لكن انت هتقدر تحل من غيرها فلو قلتلي انا مش عارف حل عشان الانجليزي انت معلش انت بتتدلع ده مش حقيق طيب تعالى نسبة الكلام ده هننزل تحت كده تاني ونبص على ال input والoutput طيب حبص هنا حلاقي ال input رقمين عشرة وتمانية انا مش فاهم عشرة وتمانية ده عبارة عن ايه دلوقتي انا مش فاهم بس لقيت مكتوب في ال output congratulations you have missed the deadline طيب وجيت هنا بعد كده ال input 10 و 12 وبعدين قال you have missed the deadline طيب انا برضو هافطرد ان انا معرفش انجليزي انا مش فاهم ايه الكلام اللي مكتوب ده فحاجي هنا افتح google translate وحاجي هنا هعمل copy الكلام اللي مكتوب ده طيب هنا لما خدت السطر كله copy عمل ايه عمل المسافات ما سابش مسافات لكن هنا هو فهم لوحده قال لي did you mean الكلام ده فحضغط عليه فهو لوحده عمل المسافات فهي اتضبطتها طيب بس هو ما ترجمهاش هو جابها انجليزي هنا وانجليزي هنا فحاجي هنا اضغط على العربي هيطلع علي العربي بيقولت هانينة لقد استوفيت الموعد النهائي طيب انا عايزك تفهم اما حاجة عندنا المفهومية انا لقيت عشرة وتمانية وقال لي انت عديدت ال deadline او اشتغلت قبل ال deadline سلمت حكتك قبل ال deadline طيب مين اصغر من التاني التمانية اصغر يبقى انا بالمفهومية كده او اللي انا شايفه ان العشرة ده ال deadline عشر بقى ساعات عشر ايام عشر ايه مش مهم والتمانية ده وقت التسليم فأنا كان عندي عشر ساعات بس انا سلمت بعد تمانية فقال لي مبروك انت سلمت الشغل قبل الديدلاين طيب هتأكد انت من الامبوت التاني ما برضو هنا في المسألة عامل لي اتنين امبوت ليه عامل لي اتنين امبوت عشان انا لو مش فاهمي الانجليزي اللي فوق ابص على الاتنين دول فافهم طيب الامبوت التاني عامل عشرة واثناشر لو انا فهمت القولة صح يبقى المفروض ان التاني ده ما سلمش في الوقت المناسب ليه الوقت عشرة بس هو سلم في اتناشر مش مهم دي بيع عشر تيام عشر ساعات عشر دقائق انا مليش دعوة انا ليا ان ده رقم صغير ااسف انا ليا ان ده الرقم لما كان اكبر من ده يعني ده رقم كبير وده رقم صغير قال لي congratulations يبقى انت كسبت ولما الرقم ده كان صغير وده كبير قال لي انت مكسبتش طبعا برضو انا مترجمتش دي فتعالى انا برضو هافطرد معاك انا ما بعرفش انجليزي تعالى نعمل كوبي او كابي اي انا كان بتقولها ازاي عشان فيه ناس بتقول لي احنا مش بنقول كوبي بنقول كابي براحتك برضو انت اقولها باي طريقة انا مش مدرس انجليزي انا مبرمج فشغلتي ان انا اكون مبرمج عايزك تركز على ده هو ده اللي بيخليك تكسب فلوس مش تكسب فلوس عشان الانجليزي بتاعك احسن انت حتكسب فلوس عشان انت مبرمج اشتر دي حاجة مهمة اوي تفهمها طيب هنا المسافات مش متزبطة اوي بس هو عرف يترجمها قالك ايه لقد فاتك الموعد النهائي يرجع محاولة اكمال المهمة في الوقت المحدد فانا فهمت ان ده غلط وده صح طب ايه بقى الغلط والصح الرقم الاولاني لما كان عشرة اللي بعديه لازم يكون عشرة او اقل منه على ما على ما اللي انا فهمته يعني على اللي انا فهمته وعشرة واثناشر طالما الرقم ده اكبر يبقى انا عديد طيب انا عايزة اتأكد لو انا عايزة اتأكد حطار ان انا حاجة يقرا فوق بقى هنا ممكن ما اقراش كل الكلام اللي فوق مش هقرى الـ background ولا الـ problem solve ولا الـ problem statement sorry فحاجة تحت هنا واقرى الـ task your task ايه بقى المفروض اعمل ايه اكتب see program اوكي بيعمل ايه انا مش فاهم انجليزي تعال نعمل copy او مش عايز يعمل مضبوط بس انا بـ problem solver حصر problem solver يعني بحل اي مشكلة انا عندي دي مشكلة ومش عارف اعمل copy طيب عملت write click اشتغل معي خد سطر فا هعمل copy للسطر ده واجي هنا control A control V كله لازق في بعض هارجع هنا بص على السطر B R O كاني مش عارف واقرى اي حاجة في هنا S وبعدين T وبالنص مسافة هاجي هنا هادي S و T في النص مسافة وامعمل مسافة وارجع تاني هنا شوف والله في هنا E و U وفي مسافة ومراجع هعمل كده كاني واحد مش عارف حاجة خالص بس عشان ما يجيش كل شوية حد يبعث لي يقول لي مشكلتي في الانجليزي لا انت مش مشكلتك في الانجليزي انت بتتدلع لان اللي عايز يفهم حيتصرف ويفهم ودي شغلة problem solving انا بتصرف وبحل المشكلة اللي موجودة قدامي انا معايش كنت بعمل مسافات من غير مابص عشان هي منطقية بس انا هفطرد معاك ان انا كل شوية بروح ابص واجي هدي days ومسافة وبعدين هنا في D ومسافة وهنا R ومسافة وهنا A ومسافة فحتلاقي الموضوع تقريبا منطقي هو هنا اعمل هالي لوحده وحضغط على ده على طول بيقول لي ايه يطالب المستخدم بادخال عدد الايام المخصصة للمشروع يبقى اول حاجة في البروجرام وهنا قال لي اكتب برنامج بالC مش محتاجة ترجم كل حاجة قوي يعني خلاص انت ممكن بقى تترجمها اي حاجة مش فهمها تروح تعملها في جوجل ترانسجل فبيقول لي اعمل برنامج بالC اول حاجة البرنامج ده بيطلب من المستخدم ان هو يدخل عدد الايام اللي هيعمل فيها البروجرام انا لما بصيت هنا لوحدي انا قلت لك انا مش مهم بقى هو ايام ولا سنين ولا ساعات انا طالما الرقم ده كبير وده صغير يبقى انا صح انا عديت او حسلمت قبل الوقت طيب وبعد كده بيقول ايه بيقول اطلب من المستخدم بقى يكتب عدد الايام اللي خلص فيها البروجرام يبقى اول رقم هو الديدلاين بتاع البروجرام المفروض يخلص في قد ايه والرقم التاني انا بقى خلصته فعلا في قد ايه وبعد كده انا حقول بقى على الشاشة اذا كنت انت صح ولا غلط اذا كنت انت خلصت البروجرام بتاعك في الوقت المحدد ولا لا هو ما قاليش بقى ان لازم يسوي عشرة بس هي مفهومة لان انا اريد فوق عشان اتأكد لان في مثلا احنا عندنا في جمالتك هنا فعلا لو انت سلمت الحاجة في وقتها مزبوط ده مش معنا ان انت شاطر الشاطر بيسلم قبل المعات لو انت سلمت الحاجة في وقتها مزبوط ده معنى ان انت بتأخر الحاجة على اخر وقت لええ لان دايمان في جمالتك انا بديك الديدلاين بزيادة يعني لو فيه project البروجر ده بياخد يوم واحد في الشغل انا بقولك البروجر ده بياخد يومين فلو انت سلمته تاني يوم ده معنى ان انت بتتدلع فانا بقى فهم من هنا ان انت رجل مش شاطر ومش بتجري ورا شغلك لا ده انت بتعمل تسويف اللي هو انا ممكن اخلص الشغل دلوقتي بس مش هخلصه اخلصه بكري ده مشكلة عندنا طيب الصح ايه؟ الصح ان انت تخلص المشروع في اسرع وقت ممكن فلو انا قلتلك الديدلاين عشرة وانت سلمته عشرة بالزبط في جمالتك ده مش معناه ان انت انسان شاطر ده بس معناه ان انت بتحاول تعمل اللي انا قلتلك عليه لكن انت مش شاطر الشاطر دايما بيسلم قبل معاده بس هنا ما قالش اي حاجة يعني في البروغرام هنا ما قال ليش قبل معاده ولا لأ فانا هاعتبرها ان ايه؟ ان لازم يكون قدها مثلا طيب تعالوا نشوف الحل الحل المكتوب فيها ايه؟ الحل انه هو بياخد اتنين انتجرز تمام؟ اللي هو عدد الايام اللي المفروض البروجيكت يخلص فيها وعدد الايام اللي انا فعلا خلصت فيها البروجيكت وبعدين يطلب من اليوزر يدخله الرقم الاولاني ويعمله سكان وبعدين يطلب من اليوزر يدخله الرقم التاني ويعمله سكان وبعدين هنا بيعمل إيف لو عدد الايام اللي انا خلصت فيها البروجيكت اصغر من او تساوي يبقى هو قال لو انت عملتها قدها بالظبط يعني لو عشرة وعشرة ايبقى انت كده ايه تمام اضع على الشاشة انت فعلا سلمت البروجيكت في المعاني طيب لو انت ما عملتش كده في الالس اه لو انت ما عملتش كده في الالس تعمل ايه تطبع ان انت لا انت عديت الديدلاي تمام يبقى لو الرقمين قد بعض او الرقم التاني اصغر هقوله الجملة دي ولو الرقم التاني اكبر هقوله الجملة دي موضوع بسيط جدا جدا جدا